نعم صافيرات الإنذار لا تزال تسمع في مناطق واسعة وتحديداً منطقة النقب نتحدث عن جنوب إسرائيل ما زالت حتى الآن تسمع صافيرات الإنذار فيها تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه لا يمكن التكهن بالأثار للهجوم الصاروخ الإيراني الهجوم لم ينتهي بعد وهذا أيضاً ما أكدت عليه أيضاً إذاعة الجيش التي تقدر بأن إيران أطلقت ثثمائة صاروخ على الرغم من أن المتحدث باسم الجيش قبل في الرشقة الأولى من إيران تحدث عن أكثر من 102 من الصواريخ قادمة من إيران الآن التقديرات بإذاعة الجيش تحدث عن أكثر من ثثمائة صاروخ في موسائل الإعلام الإسرائيلية أخرى تحدثت عن أكثر من 400 صاروخ هناك تضارب الأرقام لا نعلم حتى الآن عدد الصواريخ التي أطلقت من إيران ما زالت أيضاً تسمع صافيرات الإنذار وكان هناك تهديدات إسرائيلية في حال كان هناك هجوم من قبل إيران على إسرائيل فإن إسرائيل لن يكون ردها مقتصراً نعم الآن في منطقة غلاف غزة تسمع صافيرات الإنذار ما زالت تدوي صافيرات الإنذار الآن في منطقة غلاف غزة وأيضاً في مناطق كبيرة في النقب وكان أيضاً هذا يأتي مع استمرار اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر في مقر تحت الأرض في مدينة القدس وأيضاً سمعت صافيرات الإنذار بها لذلك نتحدث عن استمرار لعمليات الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه مناطق مختلفة بإسرائيل سمعت صافيرات الإنذار الحديث عن سقوط صاروخ في مدينة تل أبيب بالقرب من مبنى الحديث عن مبنى بالقرب من جامعة تل أبيب نعم الآن صافيرات الإنذار تطلق في الجليل الأعلى في الجليل الأعلى وفي أيضاً الجليل الغربي المطلي وكفارق العادي هذه المناطق التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي بأنها مناطق عسكرية مغلقة في إطار عمليات البرية عند جنوب لبنان الآن وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضاً تجل إشارة إلى تطور أمني آخر ثمانية قتلى نتيجة إطلاق النار الذي حدث أيضاً في مدينة تل أبيب هبا إذن الآن الأخبار ثمانية قتلى نتيجة يتحدث يجب فوراً قصف جميع منشآت النفط والغاز والنووي في إيران طيب إذن هبا ثمانية قتلى هذا ما تؤكده المصادر الإسرائيلية نتيجة هذا الرد الإيراني الحاصل الآن أليس كذلك هذه الأخبار ترد بشكل عاجل الآن لا 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 الأخبار تتحدث عن ثمانية قتلى نتيجة الحدث الأمني الذي حدث في يافا من عملية إطلاق نار من قبل مسلحين اثنين قبل عملية إطلاق الصواريخ من إيران بدقائق معدودة تماماً وهذا الحدث الأمني غير معروف حتى هذه اللحظة لذلك أردت التركيز على هذه النقطة كي نعرف هل هو مرتبط بما يجري الآن أم ثمت شيء حتى اللحظة غامض نعم قبل إطلاق الصواريخ من إيران حدث إطلاق نار في مدينة يافا في تل أبيب والحديث عن موقعين مختلفين كان الحديث عن عدد إصابات كبير 17 إصابة الآن تم التأكيد عن ثمانية قتلى نتيجة عملية إطلاق النار الذي قام بها مسلحين اثنين وأيضاً تتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية الآن وتنقل عن مسؤولين إسرائيليين بتهديدات مستمرة رداً على الهجوم الإيراني ولبرمن يقول ويطالب بأن تكون هناك رد فوري من قبل إسرائيل بقصف جميع منشآت النفط والغاز والنووي في إيران الآن أيضاً ما زالت تطورات ميدانية ليس على صعيد الإطلاق الصواريخ الشرطة الإسرائيلية تتحدث عن مسلحين في منطقة هيرتسلية داخل فندق ويتم إصدعاء قوات الشرطة لتمشيط المنطقة كحدث أولي اشتباه أيضاً بحدث أمني في هيرتسلية تم أيضاً إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان لهذا اليوم أيضاً لمدينة تل أبيب ثلاثة مرات تم إطلاق رشقات صاروخية باتجاه هذه المدينة أرض أرض الحديث عن أيضاً سقوط لصاروخ حتى الآن بالقرب من مبنى في جامعة تل أبيب نتيجة الصواريخ التي أطلقت من إيران وكان أيضاً المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي طالب من الإسرائيليون بالإبقاء بأماكن آمنة وبالقرب من الملاجئ وكان يقول بأن إسرائيل تتوقع برد إيراني سريع وأوسع مما كان عليه في نيسان الماضي ولكن بعد دقائق أو عشرة دقائق على الأقل فقط من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لتعليمات على سعيد الجبهة الداخلية حدث هذا الهجوم من قبل إيران لم تتوقع إسرائيل أن يكون بهذه السرعة على الرغم من أنه كان قد حذر بأن يكون أوسع الهجوم مما كان عليه في نيسان الماضي كانت هناك تهديدات إسرائيلية في حال كان هناك رد من إيران فستقوم إسرائيل بقصف منشآت نفطية في إيران وتنفيذ عمليات داخل أراضي الإيرانية هذا يأتي أيضا مع رشقات صاروخية أيضا أطلقت من جنوب لبنان خلال هذا اليوم في الجليل الأعلى في الجليل الأسفل كانت أيضا التقديرات تشير بأنه في حال حدث هجوم إيراني فستكون وجهاته مقرات عسكرية ومنشآت لسلاح الجو الإسرائيلي تم إخلاء ثلاثة قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي قبل هذا الهجوم وتم إبلاغ إسرائيل عن هذا الهجوم من قبل واشنطن بعد ظهر هذا اليوم بحسب ما تتحدث عنه إسرائيل وتم إخلاء ثلاثة قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي في إسرائيل لأنه كانت تتوقع أن يكون وجهة الصوريخ ستبقين معنا هبا سأعود إليك بعد قليل شمال مدينة تل أبيب 8200